السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكوا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كتاب المعاصر في اللغة الانجليزية للصف الثاني الاعدادي طبعا كلنا عارفين ان ما انا هكتني اعدادي السنادي في الانجليز جديد وكتاب المعاصر من الكتب المميزة اللي تستحك ان احنا نتكلم عليها احنا اتكلمنا قبل كده عن كتاب جيم تمام كتاب المعاصر نازل السنادي عبارة عن 3 كتب كتاب الشرح اول ودي كراسة متابعة خلاص وتدريبات وده كتاب صغير او كراسة صغيرة بتاعة اجابة التدريبات خلاص طبعا هنتكلم عن جزء جزء هنبدأ بكتاب الشرح النهاردة هنحاول نشرح الوحدة الاولى شرح وافي ان شاء الله وهنحل تدريبات عليها بقدر الامكان وطبعا اي حد فيك لسؤال هيسأله في التعليقات وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا انفس لكم اللي انتوا عايزينه بس قبل بنبدأ الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتعاملونا لايك للفيديو عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد ومفيد في قناتنا نبدأ بسم الله الكتاب طبعا المعاصر السندي احنا عرضنا المعاصر في سنة ستة وعرضنا المعاصر في تالتة ابتدائي وان شاء الله هنعرضه في تالتة عدادة هو المعاصر في كل المواد السندي طبعا عمل صفحتين كده صفحتين في الاول رشادات عشان كورونا ونصايح لاولادنا عشان يقدروا ان هما يقوا انفسهم ربنا يحفظهم جميعا اولا واخيرا يا رب تمام اهي موجودة في كل المواد وفي كل الصفوف خلاص كده طبعا دي حاجة كويسة ولفتة كويسة منهم نبدأ بقى نتصفح المنهج الاول ده عبارة عن محتوى الكتاب بالسندي الترم الاول عبارة عن 6 units اول 3 units coming home how are you feeling great jobs عليهم review A وبعدين unit 4 unit 5 unit 6 review B هنحاول زي ما قلنا نتكلم عن الوحدة الاولى ونشرحها ونحلها على تدريبات طبعا هو قبل ما يدخل في الوحدة الاولى جايب لنا check your english طبعا دي موجودة في كتاب الوزارة check your english دي تعبنا عن زي review كده او revision على اللي فات وبعد كده بيدخل بقى على unit 1 زي ما انتو شايفين coming home لو بدأنا بالvocabular بتاعتها او بالكلمات وحاولنا نقراها يومي او بشكل يومي ديلي routine صوفة يعني كنبة او اريكا الكنبة اللي طبعا كلنا عارفينها text way activity block flats interview بالنسبة ديت للكي vocabular بتاعت اللي سونز 1 و 2 تعالوا بقى لسون 1 زي ما انتو شايفين كده اهيت اي ديت كلمة استفهام اللي هي which hospital coffee guess sport school day prepare bread student parents bakers bakery bid cook lesson week end person school work partner country طب تعالوا معي مكتوب هنا كلمة ميلز طبعا كلنا عارفين ان كلمة ميلز دي يعني وجبات وقبة الافطار breakfast وقبة الغداء lunch وقبة العشاء dinner listen to تحت مدونة على الانترنت blog واخدينها في سنة قول عدادي لو تفتكروا صورة فوتو الناس بيبل يبدأ start free time يعني وقت الفراغ computer games العب computer fun متع هوية hobby هنا بعيية الكلمات اهيت school subjects chess break exams interrest somewhere انا مسكت الالم هوت بشاور بي عشان تعرفه انا بقاره فين cousins sleeping خلاص طيب تعالوا هنا بقى بعد ما بيجيب الكلمات بيجيب تصريف الافعال طبعا كلنا عارفين ان الافعال فيما انها منتظم وغير منتظم بس دي هتجيب الافعال كلها على بعضيها سواء regular او irregular احنا اه تكلمنا قبل كده فوقنا يعني ايه regular regular يعني اما جا صرفه اجيب منه الباست والباست بارتسبل بضوف له id انما ال irregular اللي هو شكل الفعل بيختلف تماما يعني مثلا go تبقى wind sleep تبقى sleep وهكذا هلاص زي ما انتم شايفيني الافعال كلها قدامكم اهيت انا طبعا مش هارى التصريفات انا هارى الفعل بس يقرأ read يأتي come يشتري boy يستايكس get up يصنع make يغادر leave يقضي الوقت spend يجلس يأخذ او يستقل take بعد تصريفات الافعال جايب لنا الكلمة وعكسها late متأخر عكسها early the same as نفس الشيء different to او different from important unimportant بعد ما جاب تصريفات الافعال والكلمة وعكسها طبعا نجاب نص reading ونص listening طبعا احنا مش هنتعرض للreading وال listening احنا عاوزين ننجز وعشان الفيديو ما يطولش قوي وفي نفس الوقت بنجيب لكم الحاجات الاشياء المفيدة المهمة اللي المفروض تتشرح ليكم خلاص بعد كده في expressions and prepositions يعني التعبيرات وحروف الجر في طريقها الى on here way to live with يعني يعيش معها get to school on the right على اليمين طبعا on the left يعني على اليسار في اجازة on holiday on holiday talk to يعني يتحدث الى شخص خلاص كده نيجي بقى للجزء المهم في الوحدة الاولى اللي هو الجرامر بتاع الوحدة الاولى الجرامر بتاع الوحدة الاولى عبارة عن جزئين مرتبطين ببعض اللي هو اول جزء اللي هو الظروف التكرار adverbs of frequency طبعا خدناها في سنة ستة لو تفتكروا يا جماعة واخدينها في قلعدة دي بس احنا بنراجع وبناخد حاجات على اوسع شوي always يعني دائما usually عادة often غالبا sometimes احيانا never ابدا خلاص كده طيب always باستخدمها امتى usually احنا مش هنقرأ شرح انا هشرح لكم انا باسلوبة يارب يوصلكوا تستفيدوا always ديك بنستخدمها لما يكون عادة انا بعملها دايما يعني اقول always go to school on foot يعني انا دايما بروح المدرسة سيرا على الاقدام ماشي ما بركبش خالص يبقى في الحالة دي استخدم always انما لو انا يعني بروح ماشي على رجلي بس ممكن مرة في الاسبوع او مرة في الشهر اركب اوتوبيس او تاكسي هستخدم usually خلاص يا جماعة اقول usually go to school on foot تمام ليه جبته يجول لاني ممكن مرة او اتنين في الشهر اعديهم اركب تاكسي او اي مواصلة تمام انما often often هنا شايفين شايف العلامة العلامة هنا معناها ايه اللازرق المظلل ده هو ده الظرف بتاعنا often يعني انا غالبا غالبا بعمل حاجة دي I often go to school on foot يعني انا غالبا بروح ماشي على رجلي ممكن مرة نيجي على الظرف الرابع بقى اللي هو sometimes sometimes يعني احيانا زي ما انتو شايفين السهم واقف في النص بالظبط يعني انا ممكن مثلا اروح المدرسة ماشية على رجلي تلات ايام واروح ركبة تلات ايام فاهمين النص بالظبط في الحالة دي بستخدم sometimes احيانا خلاص never ابدا بتدي معنى النفي خلاص يبقى دي كده ظروف التكرار احنا شرحناها وفهمناها وطبعا لازم ييجي معها الفعل في التصريف الاول سوري طبعا مع اضافة اس او اس اس او اس للفعل مع هي وشيو ات اللي هو زمن مدارع البسيط اللي هنشرحه دلوقتي اهو الجزء التاني من الجرامر في الوحدة الاولى the present simple tense اللي هو زمن المدارع البسيط ما هو زمن المدارع البسيط الاول عشان قبل ما نقول بيتكون من ايه هنقول هو بيعبر عن ايه المدارع البسيط ده يا جماعة عبارة عن زي ما تقولوا كده ببساطة عادة انا متعودة عليها دلوقتي في الوقت الحاضر بستخدم لها المدارع البسيط او حقيقة علمية سبتة يعني ما اجا اقول مثلا الشمس بتشرق اه في الصباح يا الشمس ما بتشرقش بالليل بتشرق في الصباح دي حقيقة علمية سبتة في الحالة دي استخدم لها المدارع البسيط ايه بقى العادة المتكررة أنا متعودة علىها في المضارع أنا متعودة كل يوم لما بصح أن أنا مثلا بتنور الفطار في الحالة دي تبقى أستخدم المضارع البسيط متعودة أن أنا كل يوم بطبخ الغداء الساعة مثلا ثلاثة كل يوم بطبخ الغداء الساعة ثلاثة أو الساعة ربعة دي عادة عندي متكررة وسبتة في الحالة دي بقى أستخدم لها المضارع البسيط طيب المضارع البسيط ده عبارة عن إيه عبارة عن التصريف الأول للفعل اتفقنا قبل كده ان اي فعل ليه ثلاث تصريفات البريزن سيمبل الباست والباست بارتسيبول البريزن يعني المضارع تصريف اول تصريف تاني تصريف تالت التصريف الاول ده هو ده اللي باستخدمه في البريزن سيمبل اللي هو المضارع البسيط ماشي طيب بيتكوني زي الجملة او بكوني الجملة ازاي اقول مثلا الفاعل وي وبعدين ظرف من ظروف التكرار او مش لازم اجيب الظرف ده وبعدين اقول بلاي تنس اون فرايدي انا دايما بلعب تنس يوم الجمعة جدي وجدتي اجدادي احيانا بيستخدم الكمبيوتر ممكن احط ظرف التكرار ده ده يوجولي او سنتايز وممكن لا طيب افرض الفاعل مش وي ولا يعني مش جمع ولا اي لو اي بصو اي زي وي يو بجيب بعدي الفاعل في التصريف الاول انما لو الفاعل هي او شي او ات بجيب بعديهم المصدر الانفينيتف اللي هو الانفينيتف اللي بيجي هنا برضو بس بزود له اس او اس او اي اس خلاص ردينة طيب ردينة دي احنا لو شناها هنحط اي ضمير من دول هي ولا شي ولا ات هنحط شي يبقى هاضف للفاعل اس او اس او اي اس ردينة sometimes listens هنا listens اخرق اني اضيف اس امت اضيف اس اضيف اس افعال معينة زي فاعل جو جو يعني يذهب اخرقه يبقى لما اجي اضيف له اس مضيفش قصة على طول اضيف اس وفي حالات معينة انتوا اكيد عارفينها وان شاء الله هنقولها بعد كده خلاص ردينة sometimes listens to zero يبقى المضارع البسيط بسريعا كده بيعبر عن حقيقة ثابتة او عادة متكررة في الحاضر بيتكون من الفاعل ثم الفاعل في المصدر مع اضافة اس او اس او اي اس للفاعل مع هي وش وات طيب الجزء اللي بعد كده طبعا دي امثلة كلها عليه الجزء اللي بعد كده بقى بيجيب لكو النفي بتاع الزمن يعني مثلا في الاي وي يو زي عشان انف الجملة الفاعل فيها اي او وي او يو او زي بحط دونت وبعدين في المصدر لو هي او شي او ات طبعا اللي بنحط لهم اس او اس للسائلين بحط دازنت وبعدين برجع الفاعل للمصدر بشيل الاس او الاس او الاس شي دازنت ووك هي كان مفروض ووكس بس عشان نفتها شي دازنت ووك توسكول طيب بعد كده بقى بعد كده الاستفهام او السؤال ازاي اعمل سؤال في المضارع البسيط طبعا هنبدأ الاول بيس او نو كوستشن ده حاجة سهلة جدا سؤال بي اجابته بتبدأ بيس او نو اللي هو هل السؤال بي ايه بهل طبعا لو الفاعل اي او وي او يو او زي ببدأ بدو وبعدين الفاعل وبعدين المصدر اهو اقول له ايه دو يو سبيك انجليش هل انت يتحدث الانجليزية يس اي دو اي دو نو اي دون افرض الفاعل هي او شي او ات ببدأ السؤال بضز وبعدين هي او شي او ات وبعدين المصدر طبعا الاجابة هتبقى بيس او نو زي ما احنا لسه قيلين طيب السؤال بكلمة استفهام طبعا كلنا عارفين كلمات الاستفهام كلمات الاستفهام اللي هي ايه اللي هي ايه 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 يعني اي وات ماذا واي لماذا وين متا وير اينا هو من هاو مني كم عدد هاو ماتش كم كمية او كم سعر وهكذا يا جماعة خلاص كده طيب بكون سؤالي زي بكلمة استفهام بحط كلمة استفهام وبعدين دو او ضز وبعدين الفاعل وبعدين الانفينيتيف الفاعل في المصدر بصوا حتى هو جايب لكم كمان في الصفحة اللي بعديها كلمات الاستفهام كلها اه هوز يعني ملك من وين متى وات ماذا او ما هو من للعاكل هو من للمفعول ما بسأل عن المفعول واي لماذا ويرقاينا واتش ايهما او اي كيف ها وهو ماتش كم سمن هاو اوفن كم مرة على فكرة هاو اوفن ديت يعني كم مرة في الاجابة بتاعتها بذكر ظرف من ظروف التكرار اللي لسا شرحينها من شوية هاو ميني كم للعدد هاو هاي كم ارتفاع هاو ديب كم عمق على فكرة ديب دي يعني عميق هاو ويد ويد دي عريض كم عرض او كم اتساع هاو فور هاو طول هاو هيفي هاو لونج هاو اولد هاو فاست هاو وز هاو سوري اا مع هو هو وبعدين نقط وز مش هاو يبقى احنا بكده شرحنا قرينا كلمات الدرس الاول والتاني شرحنا الجرامر بتاع الوحدة الاولى كلها طبعا احنا مش هنقرأ كل حاجة في الوحدة عشان كده الفيديو هطول قوي بس احنا بننجز ونقول الحاجات المهمة قلنا الجرامر بتاع الوحدة الاولى كله اا قرينا الكلمات بتاع الدرسين الاولانيين طيب هنا في الدرس الثالث والرابع انا حاولت اختصر لكم واجب لكم الحاجة المهمة اللي فيه هنا بيقول لك طبعا في هنا حاجات language notes او language functions اللي هي have got have you got للسؤال عن الملكية يعني لما اجا اقول مثلا have you got brothers انت عندك اخوات او انت عندك اخوات has your father got a blue car طبعا yes he has no he hasn't have you got اهي have you got any cousins هل انت عندك اولاد عم يبقى احنا هنا السؤال اللي هالرات كذا عليه نحفظه have you got كذا يعني هل انت تمتلك كذا لو بسأل على he اقول has he got وبعدين كذا اكمل السؤال الجزئية التانية في language note اللي هي استخدام كلمة can في السؤال كان اهي طبعا كان يعني استطيع مبدأ بها السؤال معناها ان انا بسأل هل تستطيع او هل بامكانك can you climatry هل تستطيع انت تتسلك الشجرة yes i can no i can't خلاص كده طيب what can you do احمد ايه اللي تقدر تعمله يا احمد قال i can lift these heavy bags اقدر ارفع او اشيل الشنط التقيلة دي طيب هنا بقى asking for something لما بحب اطلب حاجة من حد can i have ice cream please ممكن اخد ice cream لو سمحت ببدأ بكان برضو no you can't لا مش ممكن ice cream isn't good for you ice cream غلط عليك مثلا هي تعبك او كده او الجو برد او هيعملك هيعملك التهف الحلقة او كده انتو عارفين ان ice cream بيبقى ساعات بيئذل اطفال مثلا طيب making suggestions يعني تقديم الاقتراحات ايه الاقتراحات يا جماعة ازاي اقترح او اعمل جملة اقتراح مثلا shall we play a game next weekend ها ايه رأيكم نلعب لعبة الاسبوع القادم next weekend في نهاية الاسبوع القادم طيب اه لو انت هتوافق عشان اقترح اقول shall we وبعدين الفعل في المصدر واكمل الجملة لو هتوافق هتقول yeah ايه ازاد ساعجود ايضية let's go طيب اه لو انت هترفض this agreeing no i can't i am busy او no i am sorry يبقى في طريقتين للرد بال ايه بالرفض يبقى عشان اقترح shall we كذا طيب عشان اقدم مساعدة لحد shall i help you to cut the water melon ممكن اساعدك ان انت تقطع البطيخة لو انت هتوافق ها قبول عرض المساعدة accepting the offer thank you younes but be careful with the knife thank you يعني شكرا ساعدني لو انا هرفض برضو هقول thank you طبعا thank you i can do it myself يعني انا هعملها الوحدي thank you i don't need any help دايما بصوا جزء الجملة اللي تحت دي هي المعروفة اكتر i don't need any help يعني انا مش محتاج اي مساعدة الدرس الخامس والسادس بقى في الوحدة بيركزلي على البروبوزيشن the offer place حروف جر البكان اللي هو مثلا في او داخل in على on طبعا الرسمة موضح المعنى بالظبط بجانب next to behind the half مواجه او امام in front of under مواجه او تحت بالقرب من يعني مير نيجي بقى يا جماعة على التست اللي بقى في اخر كل يونت خلاص ده تست وان على يونت وان طبعا اول سؤال عبارة عن listen and choose the correct answer خلاص كده ده نص استماع طبعا كلنا اخدنا قبل كده وانتو عارفينه كويس تاني سؤال هيبقى عن dialog تعالوا معايا كده لابن نحل مع بعض ايمن الحوار ديالوج بتاعنا بصوا دايما اقول الطلبة الديالوج عشان تحلوه صح الاول في خطوات كده لازم نقرأ الديالوج مرة واثنين وثلاثة عشان نعرف قبل ما نحلو نعرف فكرة الديالوج بتدور حوالين ايه ثانيا دايما الاجابة اللي انا بكتبها بترتب على السؤال او الجملة اللي قابليها دايالوج بتاعنا بين ايمن واشرف ايمن بقول هاي اشرف where do you live قال له هاي ايمن طبعا where do you live لازم اترجم السؤال وافهمه where do you live يعني اين انت تعيش قال له هاي ايمن اهلا يا ايمن ورح اقيل له الاجابة رح اقيل له الاجابة عشان اعرف اشرف جاوب هنا قال ايه لازم ابص على الجملة اللي تحتيها ايمن قال له افلت وعمل علامة تعجب قرية يبقى اشرف قال له ايه i live in a village عرفتها منين من الجملة اللي تحتيها خلاص طيب ورح ايمن سأله سؤال قال له ان قليوبية جاورنوريت كلمة جاورنوريت دي يا جماعة يعني محافظة محافظة القليوبية يبقى سأله قال له ايمن سأل قال ايه نعرف من الجملة اللي تحتيها برضو في المحافظة القليوبية بقى كد سأله القرية دي فين خلاص كده يبقى يقول له ايه بقى ممكن يقول له where is it where is it يعني اين هي القرية او in which جاورنوريت في اي محافظة خلاص ان قليوبية جاورنوريت ماشي فايما قال له ايه is it quite there quite دي يعني ايه جماعة quite دي يعني هادئ هل الدنيا هادئة هناك او ماهيش ضوضاء او كده فاشرف قال له ايه قال له ايه خلي بالكوا السؤال ده بهل يبقى اشرف هيجاوبي اما yes او no اعرف ازاي قال له there is no noise مفيش ضوضاء يبقى ايه بقى is it quite yes خلاص yes it is طيب اي مرة سأل سؤال تاني فلازم نعرف اجابة اشرف عشان نعرف نكون السؤال with my family يبقى اي يا جماعة هيه يبقى who live who do you live with او whom نستخدم كلمة whom هم يعني من للمفعول طيب تعالوا معايا i have two brothers and sisters انا عندي اه اتنين اخوات عندي اسستر واخته واحدة يبقى اه طبعا السؤال هنا مش بهل السؤال هنا يبقى بكلمة استفهام اللي هو ايه بقى ممكن لو طالب قال have you got brothers and sisters ممكن تتحسب صح او how many brothers and sisters have you got خلاص اه طبعا هنا ما فيش got يبقى المفروض يقوله do you have ما فيش got يبقى هيقوله how many brothers and sisters do you have بعد السؤال الديالج جاب لنا قطعة طبعا القطعة مش هنقراها كلها عشان هتطول الفيديو جدا برضو زي ما قلنا بس هنعرف الى حد ما القطعة يا جماعة مش لازم تعرفوا كل الكلمات فيها عشان تجاوبوها صح خلاص بس دايما الكلمات اللي هي بيبقى تحتها خط في القطعة دي يعني جاب هنا كلمتين اهو ات اهي كلمة ات اهي وفصلا وهنا في الجزء التاني جاب كلمة large هو اكيد هيجيب عليهم اسئلة بيبقى اصدو يجيب السؤال دايما يقولك بتشير لايه الكلمة دي خلاص بنقرأ قطعة مرة واثنين وثلاثة ومش شرط نعرف الكلمات كلها عشان نعرف نجاوب بعد كده بيجيب تلات اسئلة مقالية على القطعة وبعدين اسئلة اتشوز اللي هنركز عليه ونحاول نحل مع بعض بقى اللي هو السؤال اتشوز تعالوا نحل مع بعض بيفور هنا كلمة دي عكس عكس كلمة بيفور طبعا كلنا عارفين افتر طيب نمبر اي طبعا احنا قلنا من شوية في الكلمات اني تيك معناها يأخذ او يستقل يركب يعني خلاص مايفر يبقى اللي جابها هتبقى تيك طبعا تيكست مي فون المجرمين لازم يتحطوا فين مكانهم فين طبعا في التشوز لازم استبعت كل الكلمات اللي ما تنفعش طبعا لا يبقى بريزن اللي هو السجن خلاص كده يعني جذاب يا جماعة طبعا خلاص كده you can see yourself in the mirror lamp wardrobe طبعا mirror كلنا عارفين الاختيار الرابع اللي هو cupboard طيب always drink ولا drinkes drinking or drinking a lot of water طبعا ما تنفعش drinking ولا تنفع دايما drinking ما تنفعش لوحدها لازم يقابلها verb to be فعلي يكون بس هنا الجملة زمانها مدارع بسيط children جمع زي ما احنا عارفين children always drink where does شهانة where does شهانة ها مدارع بسيط does وبعدين احنا قلنا في تكون السؤال كلمة السؤال وبعدين المساعد اللي هو دو او does وبعدين الفاعل وبعدين الفاعل في المصدر هيبقى اللي هو live خلاص كده ده عبارة عن زي سؤال وإجابة ايه بيسأل نقطها your father got a computer فبيقال له yes he has بدام yes he has يبقى كده السؤال هنا بدء بهاز يبقى احنا هنختار من هنا ايه he has خلاص بعد كده complete the sentence with the correct form offer in brackets جايب لك هنا جمل او اسئلة وعايز فيها مكان فاضي او اماكن فاضية للفاعل اللي بين كسين ده هنحط تصريفه المزبوط هنا do you like football طبعا like لان السؤال بنحط فيه infinitive my mom my mom دي انهي ضمير من الضمار اللي قلنا عليها شي يبقى جيت ولا جيتس جيتس ووتر from the tab every morning شهانة not live in the city شهانة ما بتعيش في مش عارفة شهانة دي ولا المفروض يقول شهن ده ولا ايه شهانة not live in the city ما بتعيش في المدينة ده مضارع بسيط طبعا لان ده دي حاجة ثابتة هي بتعيش في المدينة بتعيش في القرية مثلا يبقى قول شهانة doesn't doesn't live in the city طيب number four do you get good that's game علي do you got طبعا جدي تصريف تالت ما ينفعش معها do يبقى have have you good that game علي الجزء اللي بعد كده read and correct the underlined words يعني جمل فيها كلمة تحتها خط المفروض انها غلط احنا هنصححها she gets up early مضارع بسيط وطبعا بدام and يبقى الفعل اللي بعد and هيبقى مضارع بسيط برضو have ما تنفعش مع شي طبعا هتبقى has طيب الجملة التانية we have get غلط طبعا have بعدها got Alex walks to school with brother with his brother every day every day كل يوم Alex بتروح المدرسة مع أخوها مضارع بسيط يعني عادة متكررة يبقى اضيف لألكس مع الفعل is يبقى works طيب جم واركس يوجوالي لا مش واركس يوجوالي بقى لأ الظرف الأول جم يوجوالي واركس on ستر ديز بعد كده الجزء الأخير في التمرين بتاعتنا رأيتا بارا جراف on of 90 ويردس من 90 كلمة حوالين الموضوع يبقى as a home you want to live in المنزل اللي انت تريد ان تعيش فيه طبعا موضوع ده شيق وسهل وممكن نكتب فيه كلمات كتير جدا مش 90 كلمة بس ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو ازاي نكتب بارا جراف ان شاء الله واي حاجة انتوا محتاجين هكتبوها لي في التعليقات تحت وان شاء الله هنفزها لكم واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركتو شكرا